هذه هي نتيجة أحدث الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية للعلوم لكن نتيجة البحث يقابلها الكثير من التشكيك في ظل الربط بين تكوين شحمة الأذن والتقدم في العمر ما لان من الأذن يستطيع أن يكشف احتمالات تعرض شخص ما للإصابة بالجلطة هذا ما توصل إليه العلماء في بحث نشرته المجلة الأمريكية للعلوم البحث شمل فحص أكثر من 241 شخص الذين تعرضوا للإصابة بالجلطة ووجد الباحثون أن 75% منهم لديهم طياط في شحمة الأذن ويعتقد العلماء أن انسداد الشرايين التي تزيد مخاطر الإصابة بالجلطة تؤدي أيضا إلى صعوبة وصول الدم إلى شحمة الأذن ومن ثم ظهور الطياط عليها لكن بعض الباحثين المراقبين قالوا أن هذه الطياط دليل على تقدم السن وليس عرضا للإصابة بالجلطة وهذه ليست الدراسة الأولى التي تربط بين الأمراض الشريانية القلبية والدماغية من ناحية وشكل الأذن من ناحية أخرى البحوث مبنية على فرضية أن شحمة الأذن نقطة نهائية مركزة بالأوعية الدموية وأن أي مشكلة طارئة على عملية التروية الدموية الصحيحة تبدو علاماتها جالية في نشوء أخاديد تفتقر للدم ضمن شحمة الأذنين بل ذهبت الأبحاث أبعد من ذلك من خلال ربط شكل الأذن بنتائج أخرى مثل ضغط الدم العالي أو زيادة الوزن أو ارتفاع مستويات السكر من عمان ينضم إلينا دكتور علاء نشأة طه استشاري جراحة الدماغ والعصاب مرحبا دكتور علاء وفقا لهذا البحث هل يمكن حتى للناس العاديين أن يتنبأوا بإمكانية أن يتعرضوا للإصابة بالسكتات الدماغية إذن هل يمكن أن نميز هذه العلامات بوضوح؟ مرحبا بك سيد العزيز مرحبا بالسادة المشاهدين نعم لقد ذهبت الدراسة ومرة أخرى إلى دراسة موضوع واحد أو عامل خطورة واحد ومدى ارتباطه بمرض معين من خلال هذه الدراسة أثبتت وبيّنت ارتباط لسيق 75% نسبة عالية لوجود هذه العلامة مع وجود جلطات دماغية ولكن لا نستطيع الحكم على هذا العامل وحده حيث أن هناك الكثير من عوامل الخطورة الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها وتداركها كمرض السكري وضغط الدم وكذلك تصلب الشرايين بشكل عام وإن كانت أحد العلامات ولكن في هذا المجال كما ذكرت الدراسة فهناك كمان أقوال كثيرة على أن هذه علامة من علامات تقدم السن والشيخوخة فلم تذكر الدراسة أو تتطرق إلى عمر المرضى الذين أجريت عليهم الدراسة هل كانوا صغارا بالسن أو كانوا في سن الشيخوخة وهذه علامة طبيعية بالضبط السؤال عن مصداقية هذه الطريقة لأن مع التقدم في العمر قد يتغير شكل هذه المنطقة فكيف سيكون رصد العلامات في هذه المنطقة دقيقا في هذه الحالة نعم تمام كما ذكرت لك بالمناسبة هذا الموضوع ابتدأ في سبعينيات القرن الماضي حين اكتشف العالم فرانك الأمريكي وجود هذه التجاعيد لدى المرضى الذين يصابون في أذان المرضى الذين يصابون بالجلطات القلبية وكان هناك الكثير من الأقوال في ذلك الوقت ولكن عادوا وأظهروا هذا الموضوع مرة أخرى ولكن لا نستطيع بشكل علمي وقاطع أن نعتمد على هذه العلامة وهذه الدراسة بالمناسبة أيضا ينقصها الكثير من الأمور فكما ذكرنا لم تتطرق إلى ارتباط هذه العلامة وعملوا الخطورة هذا بالعلامات المرضية الأخرى فلم تذكر كم من هؤلاء المرضى عانى من مرض السكر وهو علامة قوية لوجود تجلطات أو وجود تصلب شرياني كم منهم عانى من مرض الضغط كم منهم لديهم من العادات السيئة كالتدخين أو شرب الكحول أو الحياة المضوطة وعدم ممارسة الرياضة هذه علامات أجدى لنا أن ندرسها ونعتمد عليها فلم تذكر الدراسة أي ارتباط بين هذه العلامة وتلك العلامات الأمر الآخر أن الدراسة أجريت على شريحة بسيطة 241 شخص وهذه بالدراسات لا نستطيع أن نعممها أو نأخذها كمرجع لأن الشريحة التي أجريت عليها شريحة قليلة شكرا دكتور نتمنى للجميع السلامة طبعا دكتور علاء نشأة طاها استشاري جراحة الدماغ والأعصاب كنت معنا من عمان الأخبار الاقتصادية الآن